لقاء تشاوري بدعوة من مجلس الجهوي مجلس الجهة ضرعات فللت بداية نتعين سجيل إيجابية المبادرة التشاور، التواصل سعي إلى بناء البرامج انطلاقا من مقاربة مشتركة واليوم استمعنا إلى الأراءة الرؤساء ومختلف المتدخلين في شئني أوضاع الجماعة في شئني العمل الذي يمكن أن نقوم به معا بصفتنا وزارة السكنة وسياسة المدينة وكما تعلمون هناك استعداد من قبلنا واتقنا من خلال اتفاقية التي سنخصص كوزارة السكنة وسياسة المدينة مبلغ خمسمائة مليون درهم يعني خمسين مليار سنتيم لمية وتسعود الجماعة القروية ثم هناك اتفاقية تانية تهم الحواضر والمدن علما بأن بالنسبة للاتفاقية الأولى هناك كذلك مساهمة ممثلة لوزارة الداخلية ومساهمة للجهة وأعتقد أن هذا الأمر يعطي واحد دفعة جديدة بالنسبة للجهة التي توجد في أمس الحاجة إلى أن نواكبها من أجل أن نصل إلى الهدف المسترى في الدستور والدعية إلى العدالة المجالية إلى التوازن بين الجهات إلى المساوات بين الجهات وأعتبرنا أنه من واجبنا أن نقوم بذلك في وزارة السكنة وسياسة المدينة